لا يزال لبنان حبيس الازمة السياسية التي تهدد وجوده بالكامل وسط استمرار الخلافات بين الفرقاء السياسيين وعلى رأسهم حزب الله وحليفه جبران باسيل صهر الرئيس عون الذي بدى موقفه بعد العقوبات الامريكية اضعف من اي وقت مضى اصرار باريس على تفعيل المبادلة التي اتى بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد انفجار بيروت في ابن الماضي دفع الاخير لارسال مستشاره لشؤون الشرق الادنى باتريك دورييل بزيارة الى لبنان فيما يبدو انها الحركة قبل الاخيرة قبل تنفيذ ماكرون تهديداته للفرقاء اللبنانيين والذين ان ادعوا تمسكهم بالمبادرة الا انهم عمدوا منذ البداية الى افراغها من مضمونها مصادر سياسية لبنانية كشفت بان دورييل يحمل رسائل واضحة من الاتحاد الاوروبي للساسة اللبنانيين بامكانية فرض عقوبات جديدة في حال عدم تشكيل الحكومة في لبنان دون الكشف عن طبيعة تلك العقوبات او الجهات التي ستتعرض لها العرض الفرنسي تضمن اقتراح تشكيل حكومة من الاختصاصيين على ان يتم ترشيحهم من قبل الاحزاب شرط ان لا يكونوا منتمين لها اقتراح قد يكون بحسب مراقبين المخرج الوحيد الذي يمكن ان تقبل به الاحزاب المتمسكة من محاصصة الطائفية باعلى مستوياتها لكنه على الطرف المقابل هناك في الشارع المنطفد قد يكون خيارا غير مقبول لا سيما بعد فشل الاحزاب بادارة البلاد والانهيار الاقتصادي الحاصل واستشراء الفساد فضلا عن تمسك حزب الله وحلفائه بسلاحه الذي جعل من ميليشياته قوة تهيمن على الجيش وجهاز الاستخبارات وحتى على الدولة نفسها لصالح اجندات خارجية ومع جز الرئيس اللبناني ميشيل عون على كبح جموح صهري المثقل بالعقوبات الامريكية وغضب الشارع معا يبدو لبنان بانتظار اسبوع حاسم قد تعنون فيه باريس الغاء المؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان في حال لم تبصر الحكومة اللبنانية الجديدة النور في الايام المقبلة